موسيقى من جديد اهلا بحضراتكو زي ما قلتلكو قبل كده فضل هذا المجال مجال التجميل او ميكياج ارتست حكر بس على الرجالة كل النجوم اللي فيه رجالة والحقيقة دي فتنا النهاردة يمكن كسرت هذا المعتاد وكسرت القعدة دي وكانت الحقيقة يعني اقتحمت هذا المجال وما بقيتش واحدة عادية يعني مش مجرد ميكياج ارتست وخلاص بتحط العريس او بتحط ميكياج عادي لا الحقيقة هي ركزت قوي وتقلقت قوي وبقت بقت لا رقم مهم جدا في هذه المعادلة وبقوا العريس وهم بيرتبوا للأفراح واحدة من أحلامهم ان دينا راغب تحطولهم كياج يعني بيقولوا كده يعني انا كان عندي تجربة في البيت فأنا عارفة كويس قوي الحقيقة من ورانا ومشرفانا قصة نجاح مهم جدا نعرف تفاصيلها ونعرف عملتها ازاي وقدرت تخش المجال ده ازاي وتبقى فيه يعني الحقيقة نجاح كبير جدا من ورانا خبيرة التجميل او الميكيب ارتست دينا راغب حبيبي تقلبي مستيش لها التقديم الحلوة دي لا الحقيقة نتستاهلي ده يعني ده مجال كان بتاع رجالة يعني اه هو نعم تجميله وميكياجه بتاعه بس كل القبار اللي فيه يعني اللي هم مهمين كانوا رجالة جيتي انتي وكسرتي هذه القعدة وتقلقتي وتميزتي ومش بس عن مستوى مصر انتي كمان كل نجمات الوطن العربي يعني بنشوفهم متقلقين بسبب ميكياجك يعني منورونا يا دي عملكي ازاي يعني ازاي كتير بنات بيخطوا ميكياج بس انهم ينجحوا قوي كده بصي فعلا هو رجالة فعلا يعني بشوف كتير قوي في المجالات عمتا هكي رجالة دايما هم اللي وغدين الصفوف الأولانية وده على فكرة سألت نفسي كتير جدا في الموضوع ده ولقيت انه الفرق اللي بين دايما في انه هو حد يتقدم شوية انه هو يبقى جريء اكتر متمكن اكتر عنده اسرار اكتر فاتجرأتي ازاي اتجرأت انه انا بحب حاجة من وانا طفلة ومعهوسة بيها يعني أمسك باشا جدا 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 أنا طفلة حقيقي يعني ما بلعبش بالألعاب العادية بلعب بالميكوب والألوان والحاجات دي كلها بت مبسوطة بيها أيها ده اللي بيسعيدني فعلا طب إيه الموقف اللي فرق معاك كتير لما تجرأتي ودخلتي وعفرتي لا فرق معاك كتير يعني عايز أقولك أن أنا مثلا بدي وانا عندي مثلا 16-17 سنة أه أعطي بدي يا بدري جدا وبعدين كنت بخش الناس بتبقى من كتر فالناس تصق فيك إزاي لأن لو جهي واحدة دلوقتي عندها 16-17 سنة هتوقي لحطي لك مكياج أكيد هتوقت أنا كنت ساعد بتنلعب بطاقتي علشان خطر يعني يعني والله كان شكلي طبعا عيلة دخلة وبقولهم أنا بحط ميكة بحلو قوي وبيبقى أفراح فهي موضوع ده هغامر يوم فرحي يعني ممكن هغامر في أي وقت لكن يوم فرحي لأ يعني أنت اتجرأتي للدرجة دي بزاف تروحي العرايس تقوليهم هعمل لكم مكياج أنا مكياجي حل اتجرأتي جدا يعني كان عندي تصميم فضيع وكنت شايفاها ومصدقاها يعني كنت وبعد أكتب كده دينا راغب ميكب أرتست والله العظيم كنت أبعد دايما أكتب في الورقة مثلا أعمل بزنس كارد وفضل حطها كده قدامي عارفة النبع أن أنا في يوم الأيام هبقى ميكب طب زي وصولتي بقى لفل الوحش أصلا وصيرين عبد النور ونادين الجيم وميناء خليل وملك زاهر كلهم يعني ودينا الشربين طبعا كل نجمات الوطن العربي تقريبا بيتعبلوا معا والله جات كده يعني هي لما يبقى حد بيحط ميكب يعني حلو ومثلا شاف انت وانت بتقولي حلو بترجعي ورا خاطب يعني انت مش عايزة كمان توصفيني كجب بانه حلو مكسوفة لا يعني ما بقى خيالانا مش عايزة أقول على نفسه بس لما بيكون بتبقى بتعملي حاجة انت بتحبيها وانا بالنسبالي ان كل سلابرتي كل عروسة ليها جمالها فانا بخش معاها في ملامحها وبعيش فيها اه انت عارفة واحدة من مميزاتك كمان يعني في بيشتغلوا في هذا المجال بتلاقيهم كل الناس اللي قاعدت تحت قدوه هم شكل بعض ايوه حتة واحدة انت لأ ما بتعمليش كده بتطلعي بتبريزي جبال كل واحدة لوحدها فعلا انا بحب كدا كمان التفاصيل يعني تفاصيل الشكل ببقى خلاص يعني ممكن انا بعد مثلا بلوقتي مأسيبك اقولك اه 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 حواجبك كانت شكلها كده اه 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 يعني ايكي الانجل بتاعها كده بروفيلك كذا لا ببقى مركزة جدا وانا واقفة بشتغل ببقى في حتة تانية يعني مش موجودة حتى لما بيسألوني مثلا انت ازاي طب انت في الدوشة بتاعتك هو ده العرايس بتبقى في دوشة في مزيكة كتير في ناس انا مش موجودة انت بتروسي في ملامح اه يا يا دينا اه ده فعلا والله العظيم طب مين اول فنانة عملت لها مية عمر حبيبتك مية حبيبتنا كلنا مية حبيبتي اه ومية بعاتتلي كنت يعني كنت ساعتها ما بعملش السليبريتيس خالص وبعاتتلي عادي جدا ميساجة على انستجرام قلتلي انا مية عمر وعندي النهاردة يعني هي عملتها بطريقة كمان سيمبل قوي فرحت وعملت لها ميك اوب وخدت يوميها احسن اطلالة الله واصلا مية ما كانتش بتحط ميك اوب ساعتها كتير اه صحيح مية من مقلين جدا جدا ويوميها انا حطت لها لايك سموكي كده وعملت لها ميك اوب يعني مختلف عن ان هي بتحطه فتلع قلب الدنيا ومن ساعتها وإحنا صحاب يعني ومن ساعتها وانتوا مع بعض فعلا يعني اه وريبين من بعض انا مشوفت كمان بتحضري حاجات كتير معاها يعني مش بس بتحطه لها ميكياج لكن بحس ان هي متطمينة وانت موجودة اريها اختي بجد والله يعني وازاي يعني اصالة بتديتي تتعاملي معاها اصالة بقى يعني بصي اصالة لو يعني شخصية اصالة عمتا تخليكي مش تعملي لها ميك اوب حلو تخليكي تفضلي قاعدة كده صحيح تفنني شخصية جميلة شخصية جميلة فعلا رهيبة صحيح يعني قد ايه ساپورتف قد ايه تبقى كلامها حلو جدا وقريبة تحسينها قريبة من ميك دي قوي ساپورتف تديك الثقة في نفسك ان انتي هتعملي حاجة واو وفعلا سبحان الله لأ فيه كامس تريبينيو بين اصالة يعني الحمد لله ماشاء الله فضيع لانه كل مرة انا بعمل حاجة ومعرفش يعني بلاقي الفيدباك حلو جدا فبقول اني بعمل حاجة من قلبي يعني دايما دايما مشتغل من قلبي هو انت لما بتيجي تعملي النجمة مثلا بحجمة اصالة هل في كل مرة بتبقي عايزة تعملي حاجة مختلفة ولا لا خلاص انا غسط في ملامحها عرفت تفاصيل ووشها خلاص هحط لها المكياج ده في كل مرة في كل حفلة في كل لقاء ولا انت في كل مرة بتبقي عايزة تغيرها خالص بقى كل مرة أصوها نفس الوش وهي نفس المكياج ونفس الدرجات إيه اللي هيختلف احنا دايما بنحس انه لا المرة دي غير اللي فاتت غير اللي قبلها غير اللي بعدها زي بتعمليها صح يعني هي بتبقى كده يعني هي فعلا بتطلع كده والله العظيم يا شري يعني فعلا بتطلع العنين دايما أنا بركز قوي على العنين فبحسي انه النهارده أنا عايزة أدي نظرة نظرة دريمي النهارده عايزة أدي نظرة كده فيها يعني كل مرة فعلا طب ازاي يا هل دي دراء يا موهي بقى كده inspiration يعني أنا ببقى كده بحسي ان القدامي ده ميوز كده خلاص وانا بروح معاه كده في تفاصيله النهارده يا يا دي مال فن بجد دا تصنق pure art لا يعني أنا بدايق جدا لما حد يقولك اي حد بيحط ميكاب ولا ولاي خالص خالص الميكاب ده فن بجد طب بنات كتير يعني يقول لك خلاص انا هنزل اشتري شوية ميكاج وهاخد كورس ويعني حطين بقى دينا راغب نموذج كده انا هبقى ميكاب آرت وهنجع يبتدوا الطريق منين سؤال حلو قوي يبتدوا اول حاجة ان هي تبقى مصرة عندها اسرار ان الشغلانة دي مش شغلانة فلوس دي شغلانة فن ده اول حاجة يعني انا لما بدأت بدأت ان انا حب ده انا مكنش بفكر اصلا يعني انا ممكن ساعات مثلا لما بمشي مش بفكر متنسي تغذي فلوسك والله العظيم كتير كتير جدا انا عملت حاجة حروة البنت شافت نفسها في المراية بصت في عينيها عينيها بتضحك مبسوطة خلاص انت سعيدة سعيدة جدا سعيدة جدا موضوع بقى الحاجة المادية دي دي بتيجي وانت ماشى في الطريق كده وانت ماشى في الحياة يعني عنا مش على العائد من الشغلانة دي لكن انا هفن ازاي وهبسط اللي قدامي ازاي ده مفتاح النجاح في الشغلانة دي في شغلانة فيها حتة ارت كده ده لازم يعني انا لو اقفة ومستنية ان انا ااخد عائد مدي ولا مستنية ان اللي قدامي اشوفه مبسوط ومختلف صحيح والحياة ننسي وفي كل مرة يعني عمرها مجلت منك دايما خلوني نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع لسه معانا خبيرة التجميل والميكب أرتست دينا راغب كسرت القعدة بقت نموذج ناجح اقتحمت مجال ما كناش بنلاقي فيه ستات كتير وصارت واحدة من الأمنيات لكتير من العرايس دينا راغب تحطيلي ميكياج بعد هذا الفاصل من جديد أهلا بحضراتكم الحقيقة أنا كنت محضرة إني أفاجئتينا بالكلام عن عمليات التجميل والفيلر والبوتوكس والرموش فهايكلي في الفاصل إيه رأيك نتكلم عن العمليات قلتلي هوا ده بقى اللي احنا نتكلم عن بتضيق لو حد عمل بوتوكس فيلر عمليات تجميل شادت حاجة شادت الجوفون حاطت رموش صناعي الحاجات دي بتأثر على إنك تبداعي لا هي الحاجات دي كحرفة ميكيب مش بتأثر بس كشخصية ممكن تتغير ممكن يعني تحس نبقت شخصية تانية خالص فممكن العمليات توادي يعني اتجاهين في الحياة يعني اتجاهة إحنا متبقيش عارفاها هي نفسها بتبقى هتكتش بيبقى لها شاوية يعني بتفقد البصمة بتاعتها يعني كل واحد في الدنيا دي ليه كده حاجة تخصه صح العمليات بتخلينا كلنا طعم واحد ولون واحد طب الميكياج يقدر يصلح مشكلة نتجة عن عمليات تجميل بالتأكيد يقدر بالتأكيد الميكياج يعمل أي حاجة قدام الكاميرا الميكياج يعمل أي حاجة يخفي أي حاجة يصغر يبرز يداري كل حاجة يعني لو حد عنده سكار جمدة تدارى خالص لو مثلا عنين مرفوعة قوي أقدر أن أنا نزلها بالميكياج فلأ الميكياج ماجيك يعني بجد صحيح صحيح طبعا أنت بتحطي ميكياج مش قوي أنا بحسكيش تحطي ميكياج أبدا مش قوي يعني ما تفضليش تخافي على بشريتي يعني هصلا مثلا ممكن أروح أفراح عندي مناسبة أوكي لكن بخاف على بشريتي جدا طب زي أحافظ على وشي من الميكياج لو أنا بشتغل شغلانا بتتطلب مني أن أنا كل يوم أحط ميكياج أحافظ على وشي زي على قد ما هتحطي ميكياج على قد ما هتحفزي عشان كده أنا ما بحطش ميكياج كتير عشان ما بعرفش أحافظ عشان أنا مش طول النهار محتاجة محتاجة روتين أكتر يعني محتاجة ترتيب جامد محتاجة أن نمسح الميكياب محتاجة جلسات فيشلز كتير محتاجة ماسكات طبعية على طول لأ الميكياب ده إحنا بنستثمر في يعني كل البرودكس في وشنا صحيح فالوش ده بالذات يعني السجاير دخان السجاير حتى مش حسنا تبقى بتشرب سجاير مدر جدا صحيح فظيع يعني اللي تحط لها ميكياج وهي مدخنة بشرتها بتبقى متضررة أنا بعرف والله العظيم يعني بقول لها أنت هافي سموكر أنت يا عمرك ما شربت سجاير المسام بتتغير خالص التحت العين بيتبهدل اللون الشفايف بيتغير حاجات كتيرة طب أهتم يعني يعني إيه اللي أعمله بعد ما حط أنا حطيت ميكياج النهاردة وش ملان ميكياج أعمل إيه علشان حافظ على وش أروح البيت اللي لازم أول حاجة أعملها أعملها إن أنا أمسح الميكيب بتاعي كويس قوي وامسحه بحاجات طبعية يعني أنا دايماً بحب أمسح الميكيب بزيت جوز الهند بينظف كويس جدا جبار ده أول حاجة أول خطوة عشان ما أفضلش حتى إيه تفضلي تحب جامد وتضغطي على وشك صحيح زيت جوز الهند للتنظيف ونشير كل الميكياج أه وبعد كده بخسل وشي بكلين سرعيدي يعني بعد ما بحط الزيت بخسل وشي بكلين سرعيدي وبعد ما بخسله بحط اللي هو زي تونر مثلاً على الوش حاجات تقفل المسام أو ما يتورد أوكي أو تلجأ أمررها على وش أقفل المسام طب وأهم حاجة بقى إيه بعد كده وأهم حاجة الترتيب بطاعي أنا بحب السيرمز أوي يعني بحب السيرمز أو الجل أكتر من الكريمات طب إيه الترندي دلوقتي في الميكياج الترندي دلوقتي في الميكياج أنا شايفاهم مطلعين ترند جديد هنا البينك وهنا الخوخي يعني الدرجة اللي ميديها على وردي وبينك وهنا الدرجات اللي على خوخي وأورنج أكتر أهو معرفش إيه إيه ده لأنا من شي فاق المودة دلوقتي العنين اللي مسحوبة شوية بطريقة طبعية جدا بسحبة العين الطبعية مش بطريقة حدة يعني لا خالص أخباري الايلينر إيه؟ الايلينر لا موجود أنا ما معرفش يرسم آيلاينر أنا عيني مبطنة عارفة الايلينر بتحطي ضط فوق الجفن اللي هو اللي هي آخر خط للرمش بتحطي نقطة وبعد كده تكملي عارفة زي أخذ من النقطة دي خط بتاخدي من النقطة دي خط صح وبتسحبي وممكن تجيبي عارفة زي قطنة الودان كده بتقومي سحبة فهو بيطلع الخط بتاعك بس وممكن تحطي لو مثلا اللي هو الستيكرز كده مثلا تحت العين وتقومي شايلها اه الحاجات دي بتساعد طبعا بيبقى محدد طب انتي بتاع زي الجديد الخطوط الموضة العالمية معروفة في أسبوع الموضة في ميلانو فكل اللي بشتغله في مجال الأزياء بيبقوا عارفين السيزن الجاي رايح فين بألوانه وبستايلاته ميكياج بص يا شاري أنا بذاكر كل يوم أنا ليه ساعة في اليوم بحدش بيكلمها فيه خالص بالليل ساعة على اليوتيوب بشوف توتوريالز سواء مثلا في كوريا في فرنسا أمريكا كل الميكيب آرتست اللي في العالم كله بعض أتابع كل يوم شكرا يا دي ناوي يعني أنت كل يوم بتذاكري عشان تجددي نفسك أكيد طبعا أكيد يعني أي شهرانة في الدنيا لو ما ذكرتهاش وفاكرة بقى أن أنا يعني جبارة وهعمل استحالة يعني استحالة هكمل هو ده يعني أنك تستمري في حاجة لازم هتبقي برضو بتتعابي وبتذاكري وعندي إصرار أن أنا شايفة أن أنا لأ أنا لسه لسه شوية يعني دايما كل يوم أقول كده فيه تكنيك أصل كل كمان لعلمك كل ميكيب آرتست يا جماعة طول عمرنا بنحطه شوية كريم أساس شوية بودرة شوية أحمر شوية دخضر وخلاص لكن كل يوم يطلع تكنيك مختلف بالمناسبة لما أنا بقى يعني بقعد أجرب ساعات فعلاً لما بتغير التكنيك والفرش وطريقة وضع الحاجات بتلاقي شكلك تغير طبعاً أنت عارفة أنا بجيبها من يعني عارفة مثلاً ميكيب ساعات حسنية كنت بذكره وكنت بسمع انترفيوهات لمدير المديرين التصوير كانت هي بتعمل إيه أو بتتصور يعني بتحضر الميكيب إزاي لأن هي كانت بتحضر ساعات بنفسها الرموش كانت بتحط من أول ناس بتحط رموش من تحت حتى فكانوا بيعملوا الرموش دا يا دا وين فلا يعني أنا أبسست طبعاً دا باين جداً بالحقيقة دا منعكس على نجاحك الحقيقة يعني بحبوا يعني آه لا باين باين جداً جداً مين هيحط لدينا راغب مكياجها يوم فرحة أنا حتى مزعرش حمد بالتأكيد أنا فعلاً مش هقدر نفسياً مش هقدر يعني أنت ما تنسقيش في حد اللي في إيديك وفي عينيك مش هسكة والله بس أنا نفسياً عارفة كويس قوي يعني أنا ممكن أحط ميكاب في العربية في دقتين ممكن وأنا رايحة مثلاً من حتة لحتة ومضطرة أحط ميكاب أحط فلا يعني إنه الحمد يحطيلي ديش في يوم فرحي لأ طب إيه الأساسي في المكياج يعني إيه اللي أنزل أنا ميزانية معقولة ما عنديش ميزانية كبيرة والحقيقة إن الحاجات كترة تقاوية دينا برضا وغيلي يتقاوي وغيلي يتقاوي إيه الأساسي إيه اللي لازم يبقى موجود في شنطتي وأحطه بسيط وخفيف بس هو ده اللي يبين جمالي بوسي أنا بالنسبالي مثلاً الكونسيلر مهم قوي كريم اللي هو خافي العيوب من تحت العين من تحت العين منطقة العين المسكارة مهم قوي أي كحل بني أسود بس كده من الطرف وساعات بحط من جوة العين من فوق عشان يدي زي بيبروز العين بيبروز العين بالضبط كريم الأساس مش ضروري لا مش ضروري ولا الباودر ولا الباودر التنت مثلاً اللي هو التنت اللي هو اللي بتحط في الشفايف وفعل خن هي حاجة واحدة تنفع للخدود وخلاص وخلاص أنت بتهتمني أكتر إن لما جمال العين يبين الوش يتبروز ويبين مش ضروري كريم الأساس هو العين هي عنوان الوش كله صحيح يعني العين دايماً هي الخدعة هي اللي بت يعني تقداري إنك تعرفي يتقربي هتبعد يعني دايماً العين دي وأنا وأنا بفهم جداً جداً في العيون بتشوفي مثلاً العين الحزينة العين اللي تبقى بتتحك اللي مبسوطة اللي عندها حكاية يعني دينا نورتين وشرفتين شكراً معانا حينثي نموذج ناجح كتير من البنات بيتابعوكي إن كانوا عرائز أو إن كانوا عايزين ينجحوا في مجال المكياج نورتين وشرفتين عايزين شكراً حبيبتالي خطوة عزيزة شكراً بشكر حضراتكو وعلى متابعاتكو إن إن شاء الله يارب تكون الحلقة عجبتكو وشوفتكو دايماً على خير سلام اشترك في بقات وطشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وبقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش